احكاية الفلوس المزورة وتحديدا ورقة المتينجيني وها صحفي مبالغ كبيرة في السوق مزيفة وليه في حملات على السوشيال ميديا بتحذر منها تعالوا نشوف ايه الحكاية في الايام الاخيرة ظهرت تحذيرات على فيسبوك وزادت في الكام ساعة اللي عدت عن انتشار عملات مزيفة في السوق المصري قبل عيد الفطر وان فيه مبالغ كبيرة خاصة العملة الورقية فئة المتينجيني انتشرت في الاسواق وكمان بالتحذيرات اللي جات على فيسبوك فيه صور وبوستات ناس بتنقلها من بعضها وما حدش عارف مصدرها الحقيقي وبتقول ان فيه اوراق كثيرة من المتينجيني نزلت السوق بالنفس رقم المسلسل وده دليل انها مزورة في الاول خلينا نقول ان اي حاجة خاصة بالعملات والتزوير لو انتشرت بشكل واسع البنك المركزي والبنوك اللي في البلد هي اللي بتحذر وبتنشر التفاصيل تاني حاجة الكلام عن انتشار ورقة بمئتين جنيه مزورة قبل العيد وقصة الرقم المسلسل الموحد على العملة المزايفة ده كلام مش منطقي وإلا كان طلع البنك المركزي وحذر منها خلينا نقول كمان ان مش معنا كلامنا اننا ما ناخدش بالنا من الفلوس اللي في ايدينا خاصة لما تكون مبالغ كبيرة ومن فئة عملات كبيرة فلازم هنا اتأكد من سلامة العملات دي والغرض مش كل الكلام في السوشيال ميديا نمشي وراه وخاصة لو كان بعيد عن البنوك واللي عندها مكينات لكشف العملات المزيفة تحية لحضراتكم وإلى اللقاء